دكتور آرس شكراً لوجودك معنا في برنامج كلمة أخيرة وقاليني أبدأ بسؤالك كخبير في إدارة الموارد المائية وبخاصة في موارد مياه النيل ما هي أهمية التوصل إلى اتفاق ملزم بين الدول الثلاث مصر وسودان وإثيوبيا فيما يخص سد النهضة قبل الملء الثاني للسد شكراً سيدة لميس على استضافتي في هذا الموارد هذا البرنامج ولهذه المقابلة أعتقد أن سؤالك الأول هو هام جداً إنه من المهم جداً لكل هذه الدول أن يكون لديها اتفاق بشأن الملء وأيضاً تنظيم عمل السد قبل الملء الثاني للخزان هذا شيء شديد الأهمية لأن هناك العديد من المشكلات وهناك العديد من الفوائد التي يمكن أن يخرجها السد وعلى كل الدول أن تتفق بشأن هذه الشروط بشأن التشغيل والتخزين إثيوبيا تدعي أن السد لن يؤثر سلباً على دول المصب بينما مصر والسودان قلقتان جداً من التأثيرات السلبية خاصة في غياب اتفاق ملزم لإدارة المياه كيف ترى هذه التأثيرات على الدول الثلاث تأثير هذا السد على المنظومة الكلية للنيل الشرقي يعتمد على الإجراءات التي سيتم تصبيقها بشأن الملء وتنظيم العمل ولكن سأعطيك بعض الأمثلة التي تقول بأنه يجب أن يكون سد النهضة محكوماً باتفاقية كما تعلمين أن الاستخدامات الاقتصادية والاجتماعية والتبخر يصل إلى نسبة 100% بشكل عملي من مياه النيل بمعنى أن 100% من مياه النيل يتم استهلاكها في تلك الدول وهذا معناه أن أي زيادة في استهلاك المياه سيؤثر على الجميع إذن هي حسابات سهلة ومن المهم أن يكون هناك اتفاقية تعمل على الإدارة العادلة للمصادر حالياً قدرة تخزين سد النهضة هي عامل مهم وحاسم يضاف إلى تلك المنظومة النيلية ويمكنه إفادة الجميع وبشكل عام تخزين مياه النيل عنصر هام لإدارته المستدامة نظراً لتنوع حجم الفيضان بشكل سانوي أو خلال السنوات كما تعلمين أن ساريان النيل أو فيضان النيل يمر بتغييرات موسمية من يونيو حتى سبتمبر وإكتوبر ليكون لدينا فيضان كبير وباقي العام يكون منخفض جداً ولكن خلال السنوات أيضاً يكون فيها الفيضان عالي جداً يصل إلى أكثر من 100 مليار متر مكعب في العام ثم يأتي انخفاض حتى يصل الجفاف إلى مرحلة 40 أو 50 مليار متر مكعب بشكل إجمالي وأنا أتحدث عن المياه التي تصل إلى مصر ولذلك فأرى أن التخزين هام جداً لنقل المياه أثناء مواسم الجفاف ومن خلال وجهة النظر هذه يمكن لسد النهضة أن يكون ذو فائدة كبيرة ولكن لا يمكن أن ندرك هذه الفائدة بل ربما يكون ضاراً إذا لم يكن هناك تعاون في تنظيم عمل هذا السد وخاصة خلال مواسم الجفاف